بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤول مجموعة المنصور للسيارات عددا من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر خلال الاجتماع أكد رئيس المجموعة السعي للتوسع في قطاع التصنيع محليا من خلال مصنع الشركة القائمة في مصر وأشار إلى توجيه أغلب الانتاج للتصدير هذا فضلا عن تغطية احتياجات السوق المحلية كما تم استعراض جهود مجموعة المنصور لتصنيع السيارات الكهربائية وخططها لتوطين تلك الصناعة حيث أكد رئيس الوزراء دعمه لتلك المقترحات المقدمة من قبل الشركة ووجه بدراستها للنظر في إمكانية تطبيقها